اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان اكيد في ناس كتير منك وقارة الاخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالغاء الفصل الدراسي التاني او حتى تأجيله لكن الحقيقة انه كل الكلام ده هو كلام غير حقيقي ويريت يعني مفيش اي حد يستجيب لهذا الكلام لان هي اشعات اكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لاسح لالغاء الفصل الدراسي التاني واوضحت انه من المقرر ان تعود الدراسة في موعدها المحدد وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 19 فبراير الجاري مع تطبيق يعني كافة الاجراءات الاخترازية والوقائية بين الطلاب داخل المدارس يعني زي ما قلنا لكم في البداية انتشرت خلال الساعات اللي فاتت بعض الشائعات بتشير الى الغاء الفصل الدراسي التاني لطلاب المدارس بسبب فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والحقيقة انه يعني كانت امتحانات الفصل الدراسي الاول انتهت يوم الخميس 3 فبراير الجاري ونجحت المدارس بالفعل في عقد امتحانات الترم الاول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة وقتها برضو 3 اشاعات لكن وزارة تربية والتعليم والتعليم الفني اكدت انه مفيش اي صحة لتعديل موعيد اجازة نص السنة بتبدأ هي 5 فبراير حتى 17 فبراير زي ما تابعنا مع حضرت الوزارة كمان اكدت التزامها بالموعيد المعلنة سابقا وفقا للخريطة الزمنية يعني واضفت ايضا الوزارة انه تبقى للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو وبتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم السبت 7 مايو طبعا امبارح بدأ يعني اعلان نتائج يعني مراحل النقل واكدت بزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بيتم اعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الرابع الابتدائي في شكل التأديرات واوضحت انه الدرجات ليها موجودة باللون الازرق وبتؤكد انه يعني المتعلم فاقى التوقعات دلو اللون الازرق اما اللون الاخضر بيوضح انه المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة ومن 65 لاقل من 85 واللون الاصفر بيوضح انه المتعلم في حاجة الى بعض الدعم وده بيكون من 50% او يعني اقل من 65% اللون الاحمر بيوضح انه المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج الى الكثير من الدعم وده بيبقى طبعا اقل من 50% اوضحت كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه يعني هي بتحسب درجات الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموعة درجات الاختبارات اللي ادها الطالب والمهام الادائية ودرجات المواصبة واشارت كمان الى ان مجموعة درجات لكل المقررات هي متساوية وبتحسب من 100 درجة وبتعطى للطالب في صورة الوان واحنا شرحنا لكم كل لون بيعبر عن ايه من اللون الازرق لحد اللون الاحمر قالت كمان الوزارة انه هيتم حساب الاجتياز ونجاح الطالب في العام الدراسي من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموعة درجاته لكل فصل الدراسي مجموعة درجات الفصل الدراسي الاول ومجموعة درجات الفصل الدراسي التاني هتكون مقسومة على اتنين ووضحت انه امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الرابع الابتدائي هو اخر امتحان بالترم الاول حيث من المقرر ان يتم امتحان الطلاب بالفصل الدراسي الثاني ثلاث اختبارات وفق ما تضمنته القرار الوزاري المنظم للتقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي طبعا احنا اتكلمنا معاكم في كل التفاصيل وأكدنا كمان على فكرة ربع ابتدائي والألوان وكل اللون بيعبر عن ايه من النتائج وازاي النتيجة بيتم حسبها نشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا مفيش اي صحة للمعلومات المتدولة عن تأجيل الترم التاني او انه يكون فيه مد للأجازة الحقيقة انه كل حاجة ماشية زي الخريطة الزمنية للوزر نشكركم شكرا جزيلا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة